السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات مرحلة الماجستير جامعة الجميع الزكية أهلا ومرحبا بكم في مقرر Project Risk and Supply Chain Risk والنهاردة محاضرة تعريفية حول هذا المقرر للتعرف على أهم الموضوعات والتابكس والسبتابكس اللي إن شاء الله خلال الكورس بتاعنا هنتعرف عليها وهندرسها أحب في البداية وهنقلكم ببداية السمستر وإن شاء الله يكون لكم كل التوفيق بإذن الله خلال هذا الكورس بإذن الله أحب في البداية أعرف حضراتكم بنفسي أنا دكتورة منال السيد عبد الحميد أنا معي دكتوراء الإدارة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة قسم الإدارة بتأدير ممتاز وأستاذ الإدارة طبعا بجامعة ميد أوشن اللي كلنا بنتشرف بالانضمام كأحد أفراد فريقها أو فريق العمل بها وكمان مستشار التطوير الإداري والمؤسسي بالعديد من الجهاد وكذلك خبير وطني في مجال الاستشارات المؤسسية بالإطافة إلى العمل كعضوهي التدريس بالجامعة المصرية الصينية ومحكم بالعديد من المجلات الدولية ومدرب معتمد للموارد البشرية لدى العديد من الجهات الهامة والقطاعات المختلفة وخاصة قطاع البترول والتعديد اليوم إن شاء الله هنتعرف على المقرر بتاعنا وهو وده موضوع مهم جدا يعني أعتقد أنه هو أصبح موضوع الساعة مع توالي الأحداث المختلفة التي أصبحت تفرض نفسها على الساحة الدولية بداية من التطور التكنولوجي والأحداث الخاصة بالأوبئة وانتشارها وكذلك الأحداث السياسية سواء الحرب الروسية الأوكرونية وتداعيتها على الأعمال والبزنسز وكذلك القطاع التجاري بصفة عامة علشان كده إن شاء الله في البداية هنحاول نتعرف على أهم الأوبجيكتيفز أوب أور كورس إحنا النهاردة لينا مجموعة من الأهداف إن شاء الله بانتهاء هذا الكورس نكون أوفينا بيها وأتمناها على أكمل وجه أولا من ضمن الأهداف بتاعتنا إنه نتعرف على الريسك مانجمينت ديفنيشن وإزاي أصبح الريسك مانجمينت أصبح عامل مهم العديد من البزنسز لازم تحط في اعتبارها وتاخد بالها كويس جدا قبل حتى ما تبتدي البروجيكت بتاعها أو البزنس بتاعها إنها تضع في الاعتبار إن كانية واحتمالية التعرض لمجموعة من المخاطر وفي حالة وقوعها إزاي أكون جاهزة علشان أواجه المخاطر دي بشكل جيد الأمر الثاني أكيد علشان أعرف أحدد فين الخطر وفين مكان التواكن بتاعه كمان لازم أعرف أحلل أو يبقى معايا مجموعة من التولز and techniques علشان أعتمد عليها علشان يبقى عندي scientific tool وسيلة علمية أعرف بيها حجم الخطر ووقت ومكان مقوعه علشان أكون ready to face أو to avoid أو to eliminate إزاي أقدر إن أنا أتجنبه طب هقبله لو قبلته حجم الخصرة هيبقى شكله عامل إزاي طب هل أنا لدي من resources ما يمكنني أن أواجه بالrisk الموجود في البروجيكت بتاعي أو في supply chain processes and procedures ولا لأ كل ده حتبقى من الموضوعات المهمة إزاي كمان أعمل development للتولز دي ده أمر مهم جداً وإزاي إن أنا to build my decisions أبني قراراتي على أساس كيفية إدارة هذه الأزمة أو المخاطرة طبيعي جداً إنه أنا لازم أضع في الحزبان إمكانية واحتمالية التعرض لأي نوع من أنواع المخاطر سواء مخاطر مالية سواء مخاطر تكنولوجية سواء مخاطر فأي مرحلة من مراحل supply chain بتاعتي فبالتالي إزاي أكون أنا جاهز أو مؤهل إنه أنا أخذ قرار في مثل هذه الأوقات الأمر الثالث أو number three هو إنه من خلال الكورس بتاعنا ده حنقدر إنه إحنا نفهم إيه هي supply chain وإيه هي supply chain risk management إزاي أقدر أدير المخاطر جوا سلسلة الإمداد بمرحلها المختلفة اللي هنتعرف عليها كمان شوية واللي إن شاء الله بإذن الله هناخدها بالتفصيل خلال الشابترز المختلفة واللاكترز المختلفة لهذا الكورس إزاي كمان أقدر إن أنا أديبلوب أطور نوع من الاستراتيجيات يكون مناسب لنوع الرسك اللي عندي الرسك بيختلف من حيث الوليوم بتاعته من حيث السايز بتاعته من حيث الدانجر بتاعته فبالتالي أكيد كل واحد من دول هيحتاج نوع من الريسبونس استراتيجي مختلف تماماً عن الآخر إزاي كمان أقدر إن أنا أعمل يترى أنا أقدر إن أنا أعرف إيه هي البايزيك برينسبلز المبادئ الأساسية عشان أدير المراحل المختلفة والإجراءات المختلفة واستخدم التكنيكس المختلفة لتحليل هذه المخاطر ولا لا أيضاً أقدر بعد ما أدرس الكورس ده أقدر إن أنا to understand how implementation إزاي إن أنا لو طبقت supply chain risk management strategies اللي أنا حدرسها بالتفصيل دي إزاي أقدر إن أنا to be effective في المجال بتاعي في الاندستري بتاعتي في إدارة البزنس بتاعي أو البروجيك بتاعي ده كمان ممكن يساعدنا في إن إحنا to present إن إحنا نقدم ونعرض ون discuss نوع من الكيس studies اللي هي reliable أو اللي هي practical أو السيناريز اللي موجودة في real world الواقع العملي بتاعنا فدي أهم الobjectives اللي إن شاء الله بنهاية هذا الكورس نكون قدرنا إن إحنا نعمل لها fulfillment بإذن الله طيب من الحاجات الهامة أيضاً لنا هي learning outcomes الobjectives إحنا قلناها بس كمان إحنا عندنا مجموعة من النواتج التعليمية ككورس بقى فيه جزء كبير أكادمك إن هو إننا نقدر to understand the concept بتاع الرسك الرسك إيه هو وإيه هو الفرق بينه وبين الأنصر تانتي وهل في gray area ما بينهم ولا لأ الرسك باراميترز لطريقة قياس الرسك ويالكونتكست أو كوميرشيال مانجمينت إزاي إننا نعمل إدارة تجارية لهذه الرسك داخل البزنس بتاعتي وداخل البروجيكت سنتق بتاعتي طيب كمان أنا هقدر إنه أعمل analyzing the risk assessment أو أعمل تقييم للمخاطر إزاي أقيم المخاطر and mitigation strategies وإيه هي the strategies اللي أقدر أنتم عارفين طبعاً إنه المخاطر لما بتحدث واقعياً بيبقى الأمر مختلف هي بالفعلة حدثت فبالتالي إنت قدامك إن أنت to mitigate الطريقة الوحيدة إن أنت to accept and mitigate try to mitigate to alleviate يعني تخفف منها هي خلاص already حصلت لكن كان من الأول كان مفترض يبقى عندك فرصة أو تكون عرفت كويس جداً وتعلمت كيف أنه أنت to prevent أن أنت تمنع المخاطر دي أو أن أنت to deal with how to face فده كان حيبقى أفضل في حالات كتير جداً حتى لو الريسك حصل بعد كده فبيكون بيبقى أقلب كتير من لو ما كانش عندك القدرة على الanticipating أو التوقع كمان من ضمن الlearning outcomes إن أنت to develop a capacity to critically review the principles and the applications of risk and vulnerability management إنه يكون فيه نوع من الادابتاشن we how to cope with إن أنت إزاي تتماشى مع context of commercial environment تتماشى مع البيئة التجارية اللي بتعمل فيها أو اللي بيوجد فيها عالم الأعمال اليوم المحاطة زي أنا ما قلت في بداية المحاضرة وبالعديد من الأحداث اللي هي not expected أو unexpected ما هيش متوقعة زي الأوبئة اللي متحصرنا فجأة زي وباء كورونا اللي اتعرضنا لفترة we can يعتبر constraint على commercial businesses فكان نوع من challenge قدامنا في النهاية أقدر إن أنا to describe supply chain risk management strategies وأحاول أحدد strategies دي كويس to define them and determine them accurately ليه بقى لإنه هحاول إن أنا اختار the most suitable one for the type of risk أنت عندك risks مختلفة كل واحدة ليها type كل project ليه type فالtype بتاع project أكيد مش هيتماشى مع كل strategies اللي معايا to deal with فمش هقدر إن أنا أخطار أو أكون شاطر قوي في اختيار strategy إلا لو أنا عارف إيه نوع الرسك وإيه هو نوع project وبالتالي and then أقدر إن أنا to choose the most suitable strategy equivalent للإيه للبروجيك وإيه للريسك اللي بيعاني منه تمام وكمان أقدر ساعتها أحدد إيه هي the most relevant techniques and tools إيه هي أهم التكنيك والتولز اللي موجودة للspecific situation بتاعي اللي هو موجود في البروجيك بتاعي أو البزنس بتاعي طيب خليني أروح ل what do you need to want to know أنت مطلوب من حضرتك تعرف إيه بقى علشان نعمل fulfillment ل objectives وكمان نقدر إن إحنا to attain or to obtain to get outcomes اللي إحنا قلنا عليها فبالتالي حضرتك لازم تكون عارف إيه هي أو إيه هو البروجيك كمان لازم تكون عارف كويس جدا إيه هو الرزق وإيه علاقة الرزق بالبروجيك تمام النقطة اللي بعد كده types of project رزق فيبقى هنا أنا ربطت بين أول حاجة وتاني حاجة أنا بعرف يعني إيه البروجيك الأول وبعدين إيه هو الرزق جوه البروجيك وليه البروجيك ممكن يعاني من نوع من أنواع الرزق بعدين في الآخر خالص أقدر أن أنا أحدد يعني إيه بروجيك وفين هي مواطن الرزق جوه البروجيك بتاعي كمان مطلوب مني علشان أفلفل برضو الأوت كامز والأوبجكتيف زي هو إن أنا أعرف يعني إيه السابلاي مانجمين باي دا وي لازم أعرف يعني إيه السابلاي مانجمين إيه هي إدارة سلاسل الإمداد وإيه هو الرزق جوه سلاسل الإمداد نفسها وهنعرف في السلايد اللي جاية سلاسل الإمداد بتcontain زي ايه بالضبط علشان أعرف الرزق في كل ألمنت من الألمنت أو كل بروسس من البروسس الخاصة بالسابلاي تشين في الآخر خالص بقى عندي المصطلح اللي بيشمل السابلاي تشين وال السابلاي تشين مانجمين والرزق في السابلاي تشين فبيكونوا لي حاجة لطيفة جدا هي السابلاي تشين رزق مانجمين اللي هي السي آر أم ده المصطلح بتاعها خد بالك هنا حضرتك حيبقى عندك البروجيكت بعدين اتعرفت على الرزق بعدين ايه هو البروجيكت رزق اللي هو ناتج الاتنين دول مع بعض الناتج بتاع الاتنين دول مع بعض وفي نفس الوقت كمان هيبقى عندي او هنا هو السابلاي تشين مانجمين ده العنصر التاني عندي او الجزء التاني من الكورس بتاعنا والريسك بقى ومجموع الاتنين مع بعض زي الجزء اللي فوق او زي البارت اللي فوق بيكون لي السابلاي تشين ريسك مانجمين اللي هو المصطلح بتاعي STRM فبكده اكون عرفت انه الكورس بتاعي بتكون من two parts البارت الاولين هو what is the project زي الرسك فبالتالي اصبح عندي الرسك والجزء التاني خاص بالسابلاي تشين مانجمين والريسك والاتنين كونو لسابلاي تشين ريسك مانجمين فده يعني مضمون دراستنا لهذا الكورس دخلوا بقى هنتهرف على حاجات كتيرة جدا ان شاء الله برضو what do you need to know برضو من ضمن الحاجات المهمة هي section topics اللي احنا هناخدها علشان نتعرف على كل اللي احنا قلناه في السلايد اللي فاتت فعندي على سبيل المثال ازاي اعمل بلاننج للريسك مانجمين علشان تديل او ان انا اقدر ان انا تفيس لانه وده اللي هيساعدني ان انا اقدر احافظ على عمر المشروع بتاعي انتو عارفين دلوقتي ان الشركات اصبحت بتعمل بفكر مختلف تماما هذا الفكر اصبح يعني يتعامل على السستنابلتي انه انت دلوقتي عايز تبقى 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 ان انت تقدر ان انت تفاس اللي بتجي اصادك ان انت تتخطط على المدى الطويل فبالتالي الفكرة دي اصبحت في البزنس وفي البروجيكت دلوقتي طيب كمان اقدر ان انا ازاي ان انت يكون عندك وحساسية الريسكس نفسها فتقدر ان انت تستشف وان انت كمان تتنبأ بالريسكس قبل وقوعها فده برضو من الحاجات المهمة اللي هنشتغل عليها ايضا هتقدر ان انت تعرف ازاي تعمل وان انت ازاي بعد ما تحدد الانواع بتاعد الريسكس اللي عندك وفقا ل بتقدر ان انت تكاتيجرايز او وتقدر بعد كده تحدد ايه هي الموست كوانتيت تول علشان تقدر تتعامل معاه كمان هتقدر ان انت او من المطلوب من حضرتك ان انت يعني اكيد استجابة المؤسسات المختلفة او الشركات للريسكس بيكون مختلفة جدا فبالتالي وقتها هتبقى محتاج ان انت تتعرف على شكل الريسورس اللي جوه الشكل او الى اي مدى هي رادي ان هي توفيس اللي موجودة ادرت ازاي ان هي كان عندها او لا زي ما شفنا كده بالضبط لما لقاح كورونا او لما فترة كورونا جات وشفنا ازمة كورونا وما ولدته من ازمة توزيع اللقاحات وطب نجيبها منين من اني دولة وبالتالي هل هناك آلية للتوزيع طب ايه افضل آلية لتوزيع اللقاحات دي تمام فكل ده كان محتاج ان هو ان انت طالما في بداية او داخل الرسك نفسها وخلاص الرسك وقعت فبالتالي حضرتك محتاج ان انت تبلان العملية ريسبومس علشان تبي افاكتب في الازمة دي او في الكريزيس دي طيب وانت بتعمل ده مطلوب من حضرتك ان ان انت ترائب كويس جدا فبتيجي تجرب بعض الاستراتيجيس او تجرب بعض التكنيكس علشان تستجيب للرسك اللي خلاص موجودة تمام فكل ما بتيجي تجرب حاجة او تطبق حاجة بتمنطر النتائج بتاعتها والريزونس بتاعتها بالتالي بتبقى جاهز ان انت تكونترول الريسك دي نتيجة للنتائج اللي بتظهر لك يعني لو هتطبق استراتيجية معينة لو قلنا ان احنا هنستورد او هنحاول ان احنا نعمل اكتفاق ذاتي مثلا من الميديكال سوبستانس اللي موجودة عندي داخلية طيب هسيطر ازاي هاخد استراتيجيز معينة اطبقها هشوف الشركات حتى تجاوب معي ولا لا طب لو ما تجاوبتش هل انا عندي تولز معينة تكونترول ولا لا وهل انا جاهز لكل وسيلة من وسائل العلاج هل ان انا جاهز ان انا تكونترول هل ان انا معي الاثورتي تكونترول هاو تكونترول ايه هي التولز ايه هي التكنيكس ده كله هنعرفه خلال الكورس بتاعنا طيب كل الحاجات اللي احنا قلناها دي ومحتاجين ان احنا نتعرف عليها هي جاهزة عندنا في الشيب ده از ان هي بتاعة البروجيكت ريسك فاول حاجة هو بيفترض انه انت خلاص قررت ان انت يكون عندك البروجيكت فعندك وكمان عندك للي البروجيكت ولي الريسك الموجودة جوها البروجيكت وخلاص انت عارف الستراتيجيز بتاعتك وتقدر ان انت تعمل المنت الستراتيجيز والسكيجول بتاعك وان انت عارف ازاي تكون عينك على الريسك plan او plan of the risk او plan of monitoring and controlling للريسك فبتبدأ ان انت ترائب وتتابع وتلاقي التول بتاعتك and to find التول بتاعتك انه to control over الريسك اللي عندك according لل plan اللي انت وضعها في النهاية خالص closing زي ما احنا اتفقنا المشروع بتاعك اكيد بيبقى ليه بداية ونهاية يمكن نهايته بتبتدي عند لما المنتج بتاع البروجيكت يبدأ يروح لل end user طبعا كان في حاجة مهمة المفترض ان احنا نأكد عليها انه سواء بتكلم عن project risk او لو بتكلم على supply chain risk management فانا بتكلم على product الproduct ده في النهاية finally هو بيروح لل end user اللي هو عندي customer فطبيعي جدا انه يمر بهذه المراحل علشان يوصل ليه في النهاية بسلام وامان وفعالية لمين ال end user اللي عندي تمام طيب risk على فكرة مش لازم تكون النتائج بتاعتها فيه انهية سلبية على طول الخط فاول ما اقول risk يبنا النتائج عندي سلبية لأ الكلام ده مش مزبوط خالص النتائج عندي في عملية risk planning او عملية risk عموما بتكون اما ايجابية او سلبية فلو رجعنا تاني كده عند او لي موضوع كورونا هنلاقي انه بعض هذه النتائج كان ايجابي فلو جينا بصينا من ال perspective بتاع الشركات هنلاقي انها قدرت انه العديد من الشركات قدرت انها تحقق ارباح مهولة جدا من هذا الوباء لكن على الناحية التانية كان لها تأثيرات سلبية جدا الناس اللي اتأخرت عليها اللقاحات الناس الوفيات اللي توفد قليات التوزيع اللي فشلت القدرة الاستحابية للاماكن المستشفيات اللي ما كفتش اوكاي فده كله كانت اثار سلبية اذا الرزق مش بس على طول الخط بتكون negative افاكتس ولكن ممكن تكون positive از طيب كمان خلينا ننتقل خلينا ننتقل الى ونشوف هي متكونة من ايه بتتكون من مجموعة من المراحل الممتعة اللي انت هتستمدع بها اولا لما تدرس الكورس ده بيكون قدامك فرصة كبيرة جدا لانه تعرف المراحل المختلفة السابلاير من اول لما السابلاير يدي الروماتيريال او المادة الخام للمانيوفاكتشر اللي هو المصنع بعدين خلاص اتصنعت وطبعا جوه كل حاجة من دي مجموعة من العمليات بتروح للديستريبيوتر اللي هو الموزع اللي بيدي لريتيلر اللي هو تاجر التجزاقة بعدين في الاخر خالص بيروح لل او للكاستمر اللي عندي اللي هي باختصار حاجة سمع من الابستريم بنوصل خالص للدونستريم اللي هو مين اللي هو الكاستمر طيب كويس جدا كمان في المرحلة دي لازم يكون عندك واضح في ذهنك كويس جدا الميزان اللي بيلعب قدامنا ده الميزان ده بيلعب ما بين ما بين السابلاي سايد و الديماند سايد ايه العلاقة ما بينهم اولا علشان يكون السابلاي سايد بيستجيب و بيريسبوند ل الديماند سايد لازم يكون عامل في حسابه جدا ان هو حيوفر رايد بروديكت تمام هو اكيد عايز يرضي الكاستمر فاكيد عايز يوفر رايد بروديكت لرايد برايس اللي هو بالسعر المناسب وكمان عايز يخزنه تقزين صحيح عشان ما يباش فيه ويستين اللي هو رايد ستور ولما يجي يخزن اكيد هيبقى عايز برضو يخزن الرايد كوانتتي الكمية المناسبة وكمان الرايد كواليتي بالجودة المناسبة علشان يروح المنتج دهوت في النهاية للرايد كاستمر وفي الوقت المحدد الرايد تايم لو بصيت على موضوع اللقاحات مثلا وطبقت عليه كل ده انت محتاج اللقاحات دي توصل بسعر مناسب جدا وتيجي عن طريق تخزين كويس جدا ومضمون والكواليتي بتاعتها تبقى عالية والكمية بتاعتها تبقى كافية عشان تروح للناس اللي هي محتاجاها بجد اللي هي شد الاحتياج في الوقت المناسب في النهاية لو انت عملت البروزس دي كلها وحققت الميزان ده الميزان ده مش هيتحقق إلا بكل يعني the sum of these processes عشان يحقق في النهاية the right أو the highest profit واشنا بنتكلم في أول سلايد عن supply chain risk management اتفقنا إن أنا حدرس risk management لوحدها وحشوف متطلباتها وعرف معنى risk وعرف ليه فيه risk في البروجيك وبعدين حيبقى عندي supply chain management وليه supply chain management بت contains some kind of risk وأن area اللي هي معمولها shading بالS وD هي دي اللي هتخلي لي بتاعي اللي هو supply chain risk management اللي هي SCRM finally إن شاء الله حيبقى عندنا final chapters بإذن الله حندرس فيها نوع من global issues الخاصة supply chain زي ما احنا عارفين كلنا وزي ما بنعيش اللحظات دي يوم بيوم في كل الاماكن وكل الدول بنلاقي إنه دائما ما يكون production area بتبقى مختلفة عن المنطقة اللي بتتم إنتاج المنتج فيها بتكون دائما مش نفس المكان اللي بيتم فيها الاستهلاك أو بيكون فيها الكاثمر في حاجات كتيرة بتتصنع في بلاد مختلفة وبتبدأ إن هي تروح للأماكن دي بالطيرات بالمواني وتروح إزاي بس global issues دي مهمة جدا يا ترى هي هيحصل لها تلف أثناء التخزين يا ترى السبلايرز هيكونوا جايبين المواصفات الملأمة للدول دي ولا لأ أو هم الكونسيومرز اللي موجودين في دول تانية ولا لأ يا ترى الرو ماتيريالز هيتبقى ليها ستاندرز وليها قوالتي معينة ولا لأ كل ده كل الاشز دي إن شاء الله هناخدها في المحاضرات الأخيرة مالي وحندرسها بالتفصيل طبعا أنا أحب أشكركم على استماعكم للمحاضرة التعريفية وأتمنى إن شاء الله إنكم تكونوا جاهزين أحب بس أديكم بريف بسيط جدا عن إيه هي الباليسي اللي هنعتمدها خلال فترة الكورس إن شاء الله هيكون فيه اختبار قصير بعد كل محاضرة طبعا أنا بفضل أنصح الطلبة بتوعي إن هم دايما يستنوا لما يحضروا الديسكاشن لكتر لكن حضرتك ممكن إن أنت تسمع المحاضرة وبتجاوب الأسئلة على طول ما فيش أي مشكلة بيكون فيه اختبار قصير بيكون فيه من أول شابتر 1 لشابتر 10 بيكون فيه questions على كل شابتر من بنك الأسئلة اللي إحنا بنضعه التمانية فيه عشرة بتكون 80 درجة خلال العشرة المحاضرات وبعد كده إن شاء الله بننتهي بـ ريفيجن الريفيجن ده بيكون مركز على كل المحاضرات وبتبقى ريفيجن لطيفة يعني وبنستمح فيها برضو لأسئلاتكم وتعليقاتكم ومؤخرا أو أخيرا يعني بيكون عبارة عن 20 سؤال وبكده بنكون خلصنا الكورس بتاعنا وبالتوفيق لكم وإن شاء الله هينزل أيضا جدول أو موعيد المحاضرات هينزل على الـ وكل الريفرنس اللي موجودة في هذا القصوص يعني وتحياتي لكم جميعا طلابي وطالبات مرحلة الماجستير بجامعة الجميع الذكية كان معكم دكتورة منال السيد عبد الحميد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر